بنتكلم بقى دلوقتي عن النوع التاني في الجرام بوزيتف اسمه الستريبتو كوكاين. طيب الشكل اولا زي ما انتفقنا هو جرام بوزيتف بردك بس هنا بقى مش مش شبه عن ايد العنب لا هنا موجود في لونجشين يعني ايه يعني موجود في سلاسل طويلة كده زي الستوف بايو جنز كده او موجود في امبيرز في ازوايج زي الستوف بنومينيا. نان مطاين يعني مش بيتحركوا بردك نان سبور وبعض القطع منه كابسيوليت. تمام? يب mail stripto cocae الفرق ما بينها وما بين الاستوف كوكاين ان هي موجودة في لونجشين. سلاسل طويلة زي الستوف بايو جنز. قلت لك ان اه يعني الاستوف بايو جنز موجودة في ايه? في لونجشينز? يعني سلاسل طويلة. لكن اللي موجودة في بيرز اللي موجودة في ازوايج الاستوف ايه? الاستوف نومونيا. الاستوف نومونيا. واي النان موطيل ونان سبور وكلام ده وبعض منها بس هو اليكابسيوليت. طب التصنيف بص انا بصنفها بتاع الاسر بتاع البلاد اجار. طبعا هي بتعمل تكسير. وبتقسم الى بتقسم الى ايه? في بيتا هيمولايتك استريبتو كوكاي. وده بينتج لي يعني بيقصرها لك كلها. تمام? سواء اه زي ما قلت لك اه يعني بيقصر لك كل الايه? بيقصرها لك كلها. وفي الفة الفة هيمولايتك استريبتو كوكاي. وده بيديك يعني تكسير جزئي. اه ده بيحصل في استريبت ايه? الاستريبت نيمونيا. اما الجامة هيمولايتك استريبتو كوكاي ده طبعا الجامة مش بينتج عنه اي تكسير. طعم? يبقى انا بصنفها تبع لتأثيرها على البلاد اجار. تمام? في البيتا يبقى انا عرفت على طول ان هي بايجينز. لو الفة عرفت على طول ان هي نيمونيا. البيتا تكسير كلي. فعرفت على طول اللي هي ايه? اه بتاعة الامراض. الالفة تكسير جزئي. تمام? فتبقى ايه? فتبقى نيمونيا. التهاب الجامة قلتلكم انها ايه? مفيش فيها اي تكسير اساسي. طيب البايجينز بقى. البايجينز اللي هي زي ما قلتلكم بتاعت مين? بتاعت بيتا. اللي هي بيانتقعنا تكسير كل دي. شكلها عامل ازاي? اولا هي تمام? مترتبة زي ما قلنا في سلاسل آآ مش بتتحرك آآ اكيد هنا بس يعني بفهاش بردك سبور. وآآ مش مش بتتحوصل يعني في ظروف الغيزة المناسبة. ان الابوريت اكابسولار بوليساكاريد. ها صم صم الابوريت اكابسولار بوليساكاريد. يعني ايه يا شمس الكلمة دي? يعني بعضها عبارة عن ان بيبقى فيها يعني آآ كابسولات وكده عديد السكر. تمام? يعني بيبقى فيها زي ما اتفقنا كابسولات ايه? عديد السكر وكده. بعضها يعني مش كلها. طيب لما بتزرعيها. طبعا احنا اتفقنا ان هي برضك آآ يعني آآ تنمو سواء الاكسوجين موجود او مش موجود. ولكن هي بتحب يعني يا حبازة يكون موجود. وبتنمو في درجة حرارة سبعة تلاتين مش بتقدر تكبر في يعني في المنطقة الطبيعية يعني. على عكس اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات على عكسها. اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات قد تقدر تنمو عادي في آآ دي ما تقدرش. طيب هي بقى بتطلب ايه? بتطلب يعني لازم يكون فيها آآ غزاء او بلد. سواء آآ زي البلد اجار كده. طبعا البلد اجار بيدي تحليل كامل للعينة او كده بيعمل تكسير كامل للعينة. ايه? تين بيرسنت آآ ساني اكسيدل ايه? الكربون. سي او تو. وكمان بيبقى محتاجة ايه? عشرة في المية اكسوجين وكده. انا اسفة عشرة في المية ساني اكسيدل كربون عشان يبتدي يحصل تمام? طيب ايه هي العوامل اللي بتخليها قوية? قلنا بروتين. آآ ان هي بيبقى عندها البروتين ع السطح وده طبعا مديات تعمل؟ بيبقى برضك عندها كابسول والكابسول ده طبعا زي ما اتفقنا بيحارب خلايا الماكروفاج متخلاشتها كلها. وبردك بيبقى عندها انزيم والانزيم دي بتساعدها سواء انزيم يساعدها على الانتشار او انزيم يساعدها على البروتكشن. تعم؟ الانزيم اللي بيساعد على الانتشار اسمه ايه? اسمه هايلورونيديز. اسمه ايه? اسمه هايلورونيديز. يبقى اسمه ايه? اسمه تمام? ده اللي بيساعدها على الايه? على الانتشار. لكن اللي بيساعدها على الحماء اسمه. طيب التوكسن بالنسبة للسموم بتنتج لي هيمولايسنس. زي الستريبتو لايسنس كده. اه ده بيسبب لي ايه? اه بلاد اه هيمولايزز تاكسين للدم وعندي برده الاريثوجينك توكسن. وده طبعا بيسبب لي طفحة عالجلد او عقد حمر عالجلد كده وحمة كمان. حمة ايه? حمة كرموزية. تمام? طيب يبقى انا عرفت دلوقتي ايه هي العوامل. اول واحد زي ما قلت لكم البروتين والبروتين ده هو اللي بيساعدها انها تلزق في طبقة الابسيليا لبتاعة العقل. وقلنا الكابسول وقلنا كمان الانزيمات سواء الانتشار اللي هو الهيرولونيديز وقلنا السموم. ده الهيمولايسنز ده في حالة آآ الاستريبتولايسن ده بيسبب لي ايه? بلد هيمولايزز. يبقى ده اول سم اسمه هيمولايسن. ده بيسبب لي هيمولايزز تكسير للدم. وفيه طبعا اريسروجينيك توكسن ده قلت لك ان هو بيسبب لك ايه? اللي هو الحمى الكرموزية. طعم? بيجي لك حمى كرموزية والحمة الكرموزية دي بيانتك عنها طبعا طفح جلدي وكده. طيب آآ البسو جونست انفكشن كان بيدفايد انتو العدوى ممكن نقسمها الى حاجتين مرض يعني المرض بيجي لك بسبب عدوى موضعية او ان هو بتبقى اختركت جسمك آآ مشيت في الدم وكده. وتالت حاجة آآ يعني عدوى بتيجي ايه? بتيجي بعد اصابتك بالبكتيريا دي. طيب? طيب اول حاجة هناخد اللي هي اللوكال مش هي هناخد الايه? هناخد اللوكال قال لي اول حاجة ان هي يعني طبعا بيبقى زي ما اتفقنا فيه خلايا صديد. فطبعا آآ بتأثر على ايه? بتأثر بتجيب آآ عدوى في جهاز التنفسي. بتسبب لي مسلا تنزلايتس. تنزلايتس اللي هو التهاب في اللوز. آآ صاينيس اللي هو اللي هو التهاب فين? آآ استانوا في الجيوب الانفية او في الانف يعني. تمام? الاوتايتس ميديا آآ نومونيا. نومونيا طبعا اللي هو الايه? اللي هو التهاب الرئة وزي ما احنا اتفقنا. والاوتايتس اللي هو ايه? الاوتايتس اللي هو التهاب الاذن. تمام? ممكن تجيب لك برضو عدوى في الجلد اللي هي ايه? اللي هي يعني التهابات في الخلايا وكده. ممكن ده اول واحد. اللي هو سواء عدوة في الجهاز التنفسي وكل ممارات بتاعته او عدوة في الجلد. تمام. اما شمسي تاني واحدة اللي هي بيدي بقى بسبب السموم. زي ما اتفقنا الحمى الكرمزية فهي بتجيب لك من اسمها اكيد ارتفاع درجة حرارة بتجيب لك طفح جلدي يعني ايه التهاب في الامعية. تمام? اللي هي اللي هو يعني لسانك بيكون احمر كده زي الايه? زي الفراورة كده بالظافت. بيبقى ملتهب واحمر قوي يعني. تمام? يبقى ده بالنسبة للسموم. بتجيب لك ايه? بتجيب لك اسمها حمى كرموزية. تمام? طيب بعد كده عندك زي ما اتفقنا اخترقت دخلت في دمك وكده برضك بيبقى فيه يعني بسبب تكوين خلايا الصديد. بتسبب لك عدوة في الدم بكتيريا تدخل الدم. احنا اتفقنا اللي هو الله ما صلي على رسول الله. ده اللي هو التهاب العظم يعني اللي هو التهاب المفاصل من الجانيتس اللي هو ايه? اللي هو التهاب السحية. ماشي? الاندوكارديتس قلت لك ان ده التهاب في القلب او كده. والبيربرال ايه? والبيربرال سيبسز. اللي هي البيبرال سيبسز ديه شباب اللي هي حمى النفاس. تمام? يبقى هنا دلوقتي قلت لك ان البكتيريا نتجع عن تكوين خلايا صديد. دخلت دمك. قلت لك ممكن نجي لك بكتيريا في الدم. ممكن نجي لك اه التهاب عظم. التهاب مفاصل. التهاب سحية. التهاب في القلب. اه حمى النفاس. اه اللي هي حمى النفاس. ماشي? طيب تكسج انك ديزيز بقى. او بسبب السموم. يبقى لا اما بسبب الصديد. لا اما بسبب السموم. ايه اللي ممكن يجيلي يا شمس بسبب السموم? قلت. يا سمع كده? حالة صدمة بسبب السموم يعني. تمام? يبقى انا خدت الحمد لله. اول حاجة يا شمس. واتفعنا ان هي ممكن تجي لك بسبب خلايا الصديد برضك وبسبب السموم. اللي بسبب خلايا الصديد هتجي لك لاما في الجهاز التنفسي لاما في جلدك. اللي بسبب السموم هتجيب لك الحمى الكرموزية. تاني نوع ان الانفاسف ديزيز خلاص اخترجت جسمك برضه بسبب خلايا الصديد. تسبب لك بكتيريا او التهب عظم او صحية او كلام ده. او او بسبب السموم فتسبب لك حالة صدمة بسبب السموم. طيب تالت اه نوع عندنا بقى اسمه او يعني ايه اللي هي المشاكل اللي بتحصل بعد ايه بعد اصابتك بالا او بعد ما تجي لك يعني البكتيريا دي وكده. بعد ما تصبيها تمام? كلمة معناها مضاعفات تمام? او طيب اول حاجة عندي الاكيوت رماتيك فيفر. اه دي اكيد اسمها ايه? اه يعني اكيد فهمت اه رماتيك فيفر اكيد دي الحمى الروماتزمية اللي بتيجي ايه بشكل ايه? اكيوت. بشكل حاد ومفاجئ. تمام? هي طبعا اه مصد اه سيريز كومليكيشن اوف الستريبتو كوكال باي جانز انفكشن لان طبعا بتكلم دوقتي عن اه عن نوع فطبعا دي اكتر مشكلة شائعة وبتقود الى يعني لقدر الله تدمير للهارت عضلات القلب والصمامات اه في الحمى الروماتزمية دي يعني بتبقى فيها بروتين وده طبعا البروتين اللي هو موجود في الغشاء بتاع ده بيشتغل كأنتجين وبالتالي بيحفز جهاز المناع ان هو ينتج والانتيبادز طبعا اه يعني بتتفاعل مع عضلات الجسم اه او عضلات القلب بتاعت البني ادم تمام? يبقى اه المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد البكتيريا دي زي ما انتفقنا اكيوت روماتيك فيفر اه قلنا دي معناها حمى روماتزمية بيحصل لك بعد المضاعفات. مضاعفات دي شبه ايه شمس? شبه زي ما قلت لك ان البروتين اللي هو موجود في السلممبرين بتاع الاستريبتوكوكاي ده اه يشتغل كأنتجين وبالتالي جسمك ينتج اكسام مضادة طعم? فالاكسام المضادة دي تتفاعل مع القلب وده بيؤدي الى تدمير لعضلات القلب وكمان الصمامات. مشي? طيب! تاني نوع اه اكيوت ايه? اسمه اكيوت اه ديروم ملاطز. بصوا اه اسمها ايه بقى? اسمها جلو ميرلونفراتس. سمحني يا رب. جلو ميرلونفراتس. يعني ايه بقى يا شمس? بالراحة ايه بقى يا شمس? التهاب حبيبات الكليا. جلو ميرلونفراتس. جلو ميرلونفراتس. الاتهاب حبيبات الكلي. اه طيب لو حصل بقى كده بص يعني في للابوراتوري دا ايجناصز للسطف بايجنز. اسمها سطف. طيب المهم ازاي يعني بحلل او بشخصها او كده. يبقى يا شباب انا عرفت ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل. خلاص وعرفناها. خلاص. خلاص. ماشي. بعد كده يا شمس عندك اتشخصيها ازاي عينة. اه تمام? اه تبعا بردك لمكان وجود الجرح زي ما قلتلكم. اه ورتها لكم يعني في الفيديو اللي فات. وورها لكم تاني انتو زي اخواتي عادي. اه يا شباب اللي هو مسلا قلت لك ان لو عندك سكين ليجن هتاخد سواب مسحة. لو عندك اه خراج هتاخد بص عينة صديب. لو عندك بكتريميا يبقى تاخد عينة بلد دم. لو عندك مينجايتس. اه من اللي هو التهاب السحية يبقى اخد عينة من لو عندك نومونيا يبقى انا هاخد دو عايب. اه تمام? بس كده. فهم حاجة ولا ايه? كده فهم. طيب بعد كده طبعا بعمل فيلم برضو عشان اميز الشكل. بعد كده بعمل كالتشر. كالتشر اللي احنا قلنا ان هي بتنمو على بلد اجار وبتسبب لي ايه? بيتا هيمولايزيس. طيب البيو كيميكا الرياكشن. طبعا البيو كيميكا الرياكشن برضو عندي كاتاليز تيست. اه الكاتاليز تيست اللي هو يعني اه ميت اللي هي فوق الاكسوجين بس هو بيبقى نيجاتيف. يعني مش بيطلع بالبنج مش بيطلع فوقعات خالص. وده طبعا مختلف عن الاستافلو كوكاي. لان احنا اتفقنا الاستافلو كوكاي. اه خدناها ان هي لا. اه بيبقى وفعلا عندها الكاتاليز انزيم ده. اما دي نيجاتيف. طيب اه ازاي اشخص طبعا انت ممكن تشخصها عن طريق ازاي اللي هو بروتين. السي ار بي ده. تمام? السي اكتب بروتين. هو هاي اللي اصار. الاي اصار. مشي? ده اللي هو او الاي اصار. طب اما بقى انك تعمل اه بعمل اه لما بلاقي زايد. تمام? لما بلاقي اللي هو الانتستريبتولايسين او ده زايد. اه فكده اه بكشف عن وجودها. تمام? يبقى بايد. اه انكريز في الانتي استريبتولايسين او. اه اس او ده بيبقى تحليل متخصص زي ما اتفقنا لو هو تجاوز الميتين وحدة. يبقى هو عنده لو هو اكتر اكتر من متين تدي اللي هو التتر او الحد بتاعه يعني. لو هو عيلي عن متين يبقى هو فعلا كده وعنده بكتيريا الاستريبتو ايه? الاستريبتو كوكاي. طيب لو هو اقل من متين يبقى نيكادف وما عندوش البكتيريا دي. خلاص فهمناها. بص لو انت عايز تفهم الميكانيزم بالزبط. الانتي استريبتولايسين او ده لما بيدخل على العينة او ما بيدخل لما انت يعني بتجي تعمل يعني عينه او كده بتشوف ايه بقى? بتشوف اولا لو 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 when انت يبطس لو ل定ت ميز يبقى العيان ده كده ليه? لانه هو عنده اكسام مضادة فالعيان ده لكن لو جبت الانتي استريبتولايسين ده وحطيته على عين بلازمة ولقيت ان حصلها هيمولايزيز حصلها تكسير يبقى العيان كده لميه? لانه هو ما عندوش ما مسكت في يبقى انا دلوقتي عندي هتخيل ان دول مسلا عينتين صيرة. واحدة فيها في دخل مسك في يبقى كده لان عنده وحدة دخلت عملت تكسير يبقى كده لانه ما عندوش تمام? اه اعتقد ان انتم فهمتوا الحتة دي. يبقى لو فيه يبقى العين مفيش فيه اكسام مضادة يبقى العين بوزيتف. طيب انا قلت لك ان التتر ده لو هي زي ما قلت لك اعلى من متين يبقى هو بوزيتف. يبقى هو عنده الفيفر دي. طب لو هو اقل من متين يبقى نيجاتف. بص انا كتباه اعلى من التتر المحدد اللي هو المتين يبقى بوزيتف. لو اقل من التتر المحدد يبقى ايه يبقى نيجاتف. تمام? كده خلصنا اللي هي بتتكلم عن الستريبتو كوكس ايه? بايجنز. دلوقتي بقى هنتكلم عن الستريبتو كوكس آآ نومينيا. تمام? آآ شكلها ايه شمس? شكلها ان هي تمام? آآ وبردك بتبقى تمام? ماشي يا شباب يبقى هي يعني فيها كابسول مش بتتحرك ومش بتكون طيب ممكن تقوليلي قاوي قوي هي ان يروب برضو يعني بتنوي في وجود الاكسجين او في غياب الاكسجين عادي ولكن هي بتحب الاكسجين فتلاقي معظمها مرتكز عند السطح بتنمو في درجة حرارة سبعة وثلاثين مش بتنمو على ارديناري آآ انا كان بتنمو في درجة حرارة سبعة وثلاثين وبردك مش بتنمو على ارديناري آآ ميديا على العكس الاستافلو كوكاي بتنمو على بلد اجار وبتنتج لي الفا هيمولايزيس واتفقنا ان الفا ده هو بارشا هيمولايزيس يعني تكسير جزئي تمام؟ جامع مفيش تكسير اساسي تكسير كامل تمام؟ من خمسة العشرة في المية يعني هي بتنمو ولازم يكون في آآ ساني اوكسيد كاربون يعني من بالنسبة الخمسة العشرة في المية تمام؟ يبقى ده مميزتها او مزرعتها عشان تكبر المفروض ايه الحاجات اللي يكون مكونة آآ او اللي هي موجودة درجة حرارة سبعة وثلاثين ويكون في مسلا بلد اجار عشان بتنتج لي الفا هيمولايزيس زيما تفقنا تكسير جزئي وقلنا ان هي محتاجة من خمسة العشرة في المية ثاني اوكسيد الكربون هل هي عندها عوامل بتقويها طبعا اهم حاجة طبعا الكابسول بتاعها يعني يسا قايلين طب الباس وجانستي بص الاستفلو كوكاس انا اسفل اسمها استريبتو استريبتو كوكاس نومونيا دي قال لي دي يا شمس يعني هي اللي بتسبب ايه اللي بتسبب التهاب الرئة طب مضاعفاتها ايه بكتريميا ان هي بقى فيها بكتريا في الدم اه يبقى في التهاب صحية اه التهاب مفاصل اه واندو ايه انتو اه كاردياتس اه اللي هو التهاب اه في القلب ماشي طيب اه طب ازاي يا شمس شخص اه ان انا عندي التهاب فارقة يعني عندي اول حاجة شمس عينة باخد طبعا اه عينة لعاب ودي بتفحص ازاي بردك استيند اه عن طريق صبغة اه عشان اكتشف الشكل بتاعك تاني حاجة الكابسول اسويلنج تست اسمه ايه كابسول اسويلنج تست اختبار اه للكابسول لو اللعاب بيبقى فريش فبخلطه مع انتي سيرام طب الكالتشر اه مزرعة وكده فاتفقنا ان اه اسكالتشر اه على البلاد اجار تمام وبيبقى محتاج من خمسة لعشرة في مية ايه ساني اكسيد كربون يبقى انا بزرعها يبقى انا عندي كزا طريقة علشان اه اكشف عن قلت لك اول حاجة ان يكون في قلت لك اول حاجة ان يكون عندك صبغة تاني حاجة الكابسول اسويلنج تست وكده تمام تالت حاجة اه قلت لك اللي ايه الكالتشر ان انت بتزرعها وكده طيب يعني ايه البروفيلاكسز يا شمس يعني الوقاية ازاي هتحمي نفسك منها من الاستريبتو ققاس ايه اه نومونيا طيب اه عندك اول حاجة تمام اه اه نومونيا تمام يعني ايه يعني من الممكن ان انت مهم جدا ان انت تحصن الفرد بكابسول والكابسول ده يبقى من نوع كابسول اربولي ساكاريت تمام اللي اه يعني اه يعني عديد السكر لان ده بيدي تسعين في المية حماية من ايه من اه بكتيريا اللي هي الالتهاب الرئوي يعني في نيو اه نوموكال اه كونجيوجيد بكسين از ناو افلابل بيبقى فيه تطعيم متاح دلوقتي التطعيم ده بقى عماله قال لي هو يعني هو بيبقى اه في التطعيم ده اه بيبقى في كابسول عام بس الكابسول ده بيش بيبقى بس بولي ساكاريت لا ده كمان بيبقى معاه بروتين حامل بروتين ليه بقى لان ده بيخلي بيخلي جهازك المناعي اكثر اه اثارة تمام اه كف الاستجابة بتاعته وكده طب حد يقول لي يا شمس ليه ليه بروتين بصي عم هو البولي ساكاريت بيكون خلايا قاطي حمي وكده ولكن خلايا بتكون قصيرة المدى يعني هي بتحارب في الوقت قصير على حسب بس العدوى اللي جات لك بتحاربها وخلاص لكن لما يبقى فاكسين والبولي ساكاريت مختالب بالبروتين البروتين ده بقى بيكون لك خلايا خلايا ذاكرة بدي انها طويلت المدى حتى لو جات لك تاني بيحاربها بعد كده فهمت الحتة دي يبقى يبقى هي ازاي الوقاية منها قلت لك ان انا بديك ايه ده بيحميك بنسبة تسعين في المية فيه فاكسين دلوقتي متوفر بولي ساكاريت مع البروتين لي يا شمس قلت لك عشان بروتين بيكون خلايا ذاكرة وبالتالي بيحميك وبيحفز جهازك المناع بيخليه اكثر اثارة لانها بطيبة خلايا ذاكرة فالبروتين مهم يعني فعشان كده عملوه بولي ساكاريت مع بروتين طبعا احنا كده الحمد لله خلصنا سواء الاستفلو كوقاي او الاستريبتو كوقاي تمام دلوقتي بقى ان شاء الله هناخد الجرام نيجاتف كوقاي اللي هي من السسارية تمام طبعا انا هعملها في فيديو تاني هو كده خلصنا الجرام نيجاتف اخدها في فيديو تاني ان شاء الله تمام هي الدك شرحت لحد الجزئية دي متهيأ لي يعني هي شرحت لحد الجزئية دي في المحاضر الرابع لكن انا طبعا لما اشرحها في فيديو الوحدة يعني اشرحها على بعضها يعني الدكتورة يا شباب جات في المحاضر الرابع مايكرو وقفت لحد الجزئ ده وقالت هنكمل المرة الجاية تمام ميش انا بقى هاخدها لكم كلها على بعضها في فيديو يعني هي يعتبر الرابعة وجزء من الخمس فهمتوا حاجة ان شاء الله يلا اللهم اني استودعك يبقى احنا وقفين لحد ايه وقفين لحد صفحة اتنين وتلاتين تمام اللهم اني استودعك ما فهمت وما قرأت وما حافظت ادوق لينا عند حاجتي نقلية يا ربي يا كريم مع السياسة اشتركوا في القناة